حكايتنا النهاردة بتبتدي مع واحدة اسمها إناس إناس بنت جميلة لسه متخرجة من الجامعة بتبتدي حياتها إناس كانت بنت عادية جداً حياتها في الجامعة والمدرسة كانت هادية وأول ما تخرجت إناس من الكلية دورت كتير على شو لغاية لما ربنا كرامها واشتغلت إناس كانت جميلة جداً بس هي ما كانتش عارفة كده ولا حاسة بقيمة نفسها هي كانت دايماً قفلة على نفسها وما بتحبش حد يقرب لها ولا هي تقرب من حد لحد ما اشتغلت في شركة كبيرة وحست إن فيه ناس كتير بتحاول تقرب لها منهم المتجوزين واللي متجوزوش بس الناس ما كانتش مركزة مع أي حد ومع الوقت الناس بدأت تحس إنها جميلة ومرغوب فيها وبدأت تحس بقيمتها حتى صاحب الشركة اللي هي كانت شغالة فيها ابتدأ يهتم بيها ولفتت نظره جداً وبدأ يطاردها لحد ما في يوم صاحب الشركة قرر إن هو يرقي ناس بس قالها أنت لازم تطوري من نفسك شوية وتبتدي تاخدي كورسات لإني هنقلك نقلة تانية نقلة ما كنتش تحلم بيها بس هو كان عايزة تقرب منه تبقى السكرتيرة الخاصة بتاعته يعني الناس فكرت شوية ولقت إنها فرصة فرصة ما تتفوتش حتى بعد ما تاخدوا الكورسات دي ممكن تشتغل في حتة تانية أحسن وفعلاً الناس بدأت تدور على مكان كويس تاخد كورسات فيه وفعلاً لقت معهد كويس جداً وفيه كل الكورسات اللي هي محتاجاها قدمت إناس على الكورس وكان اللي بيديها الكورس كان دكتور كبير في الجامعة الأمريكية وكان تقريباً قد باباها في السن ومن أول لحظة في الكورس كانت نظرة واحدة مش جاية تتعلم كانت منبهرة بالدكتور اللي بيديها الكورس جداً كانت شايفة فيه حاجة نقصها في حياتها لأن باباها كانت وفى من هوية صغيرة فكان عندها نقص في الشعور ده وبدأت تقرب من الدكتور فعلاً وتعلقت بيه وتقريباً ولاده في سنها بس بدأ ينجازب لها والجمالها وطريقتها واسلوبها الكويس ابتدت إناس تقضي وقتها كله في الكورسات وما كانتش بتفوت للدكتور محاضرة ومرة تطلب من الدكتور ان هو يشرح لها حاجات هي مش فهمها ومرة تانية تطلب منه ان هم يتقابلوا لوحدهم علشان يشرح لها الحاجات دي وهو طبعاً كان موافق لأنه كان معجب بيها بدأوا يتعلقوا ببعض وقارفت تخليه حبها وبقى الدكتور ده هو كل حياتها وفضلوا عايشين مع بعض صحاب نقدر نقول أكتر من الاصحاب شوية ولما بدأ يعدي وقت الناس طلبت من الدكتور ان هم يتجوزوا وطبعاً الدكتور رفض وقال لها أنا عندي بيتي وعيالي مش هينفع أخرب ده كله علشان بحبك انت قابل نسبالي حاجة كبيرة بس هم عندي أكبر بكتير فاتصدمت الناس وما كانتش مسدقة وبعد ما تحيلت عليه كتير قال لها أنا ممكن أتجوزك بس عرفي وما حدش يعرف أناس ما صدقتش نفسها وشافت نفسها رخيصة جداً وقررت أناس تبعد عنه تماماً هي ما كانتش قادرة تنساه وكانت بتحبه جداً بس بينها وبن نفسها قررت إنها تنتقم منه وخصوصاً إنه كمان بعد عنها أول ما طلبت منه جداً وما حاولش رجع لها وبعد ما ضحّت بكل حاجة شغلها وكل الناس هو باعها في أول محطة علشان مراته وعياله فكرت أناس إزاي تنتقم منه وللأسف عرفت توصل لابنه ابنه شغال محامي رحت له ومثلت عليه إنها عايزة ترفع قضية وابتدت تلعب عليه لغاية لما حبها وكان اسمه علي كان محامي شاطر جداً وكان إنسان جد ومركز في شغله وما كانش ليه تجارب مع البنات خالص وعمره معارف بنت في حياته قبل كده ووقع في حب أناس وتعلق بيها جداً زي ما أبوه كان متعلق بيها برضو بس إيناس ما كانش في دماغها غير إنها تنتقم من أبوه وبدأت إيناس تتقرب لعلي أكتر وبعد فترة علي عرض على إيناس الجواز ووافقت بس كانت بتماطل في الموضوع شوية وكل ما يقولها تعالي عرفك على أهلي كانت بترفض بالشاكة أو كانت بتتحجج بأي حاجة تانية علشان كانت طبعاً خايفة تشوف أبوه ويعرفها وخطتها تبوز وكل ما كان يقولها عايزين نتجاوز كانت بتقوله أنت مستواك وعلي قوي ولا بنت على قدي فخايفة أهلك يرفضوني بس علي كان بيقنعها وبيقولها إن أهل وناس راكية إن أهل وناس راكية فكرياً وحطة المستوى دي مش هتفرق معاهم بس هي دايماً كانت بتصمم على الموضوع ده وكانت دايماً تقوله أنا خايفة لأهلك ما يوفقوش علي ووحدة وحدة أقنعت علي إن هم يتجوزوا في السر وبعد كده يبقى يبلغ أهله علشان يحطهم قدام الأمر الواقع وفعلاً عمل كده وكتبوا الكتاب وكانت دايماً إيناس تسأل على أبو علي علشان تعرف عنه أكتر وتعرف علاقتهم ببعض عاملة إزاي وعلي كان دايماً بيقولها إن أبوه بيحبهم جداً وإنه عمره مزعل مامته وإنه بيحبها حب جنوني واستغربت إيناس لما كانت بتسمع الكلام ده لأن أبوه كان دايماً يقول إن مراته مزعله ومتهاق في عيشته وكان دايماً يقولها أنا حياتي باقسة مع مراتي دي بس اكتشفت كل حاجة وعرفت إنه هو كان بيلعب بيها مش أكتر علشان يصعب عليها وبقت فكرة إنها تنتقم من أبوه بتجبر كل يوم في دماغها وإنه هو يستهل اللي هيحصل فيه ويوم عيد ميلاد علي قررت الناس إنها تعمل حفلة كبيرة وقالت له دي فرصة مناسبة إنك تعزم أهلك ويعرفه كل حاجة علي اعتارت في القوي بس بعد إلححق ناس الشديد وافق وجيه يوم الحفلة وعلي عزم أبوه وامه وقبل ما يدفو الشمع علي قال لهم إنه عاوز يبلغهم بمفاجأة وفجأة ظهرت إناس وكانت صدمة لابوه اللي الجنن أول ما شافها وطبعاً ما قادرش يقوله هو متضايق ليه يعني كان هيقول لابنه إن أنا كنت مصاحب مراتك بس الدكتور بيّن إنه هو متضايق علشان علي خبّ عليه وكان مش مصدق نفسه من الصدمة ومش عارف يقول لابنه ولا يعمل إيه مع إناس وخايف يتكلم لا يتفدح قدام مراته بس إناس كان لها رأي تاني ووقفت وسط الحفلة وبصلت للدكتور وضحكت وعرف إن فيه مصيوبها تحصل وهبلغت كل الناس إن الدكتور الكبير العظيم مش زي ما انتم مفاكرينه ده كان بيدحك عليها وبيستغل لها وكان عاوز يتجوزها عارفي كمان علي تصدم لما سمع الكلام ده وبيقول لها إن انت كنت تعملاني كبري علشان تنتقمي من أبويا اعتذرت إناس لعلي لأنه ملوش زنب في الموضوع ده وإنه إنسان طيب جدا ولو كانوا في ظروف تانية كان هيبقى ما بينهم حياة أحسن من كده وقالت له أنا مش هادر أكمل في التمثيلية دي هي لسه بتحب بابا لحد دلوقتي وكانت صدمة لكل الموجودين وحست إنس بالانتصار وحست إنها خلاص خدت حقها من اللي أزاهها ولعب بيها ونسيت إنها كسرت قلب واحد ملوش زنب بالموضوع ده كله ملوش زنب غير إنه ابن الراجل اللي حول حياتها الجحيم واتحول من شخص ناجح لشخص منطوي ومش عارف يتعامل مع أي حد وبو الدكتور الكبير المشهور مراته طلبت الطلاق منه وعياله قطعوه وعلي ابنه ما بقاش عارف يكلمه ولا يبص في وشه وحياته اتضمرت بسبب اللي عملته إنس وإنس كانت فكرة إن حياتها هتبقى حلوة بعد الحركة دي بس مع الوقت حست بزنبه وتقنيب ضمير رهيب وحاولت تصالح علي علشان تتخلص من شعور الزنب ده بس طبعاً وعلي رفض تماماً إن هو يتكلم معاها وفضلت إنس عايشة بعقدة الزنب بتاع علي وقررت إنها تعتزل الحياة العطفية وتركز في مستقبلها بس إنت تفتكر إنس كانت ضحية ولا هي المزنبة